نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر مسؤول في هيئة البعابر في غزة قوله إن حركة حماس علقت إجلاء الأجانب وحمل الجنسية المزدوجة إلى مصر بسبب رفض إسرائيل نقل جرح فلسطينيين إلى مستشفيات مصرية أضاف المصدر أنه لن يتم سفر أي من حملة الجوازات الأجنبية من قطاع غزة إلا بعد تنسيق وخروج الجرح من مستشفيات غزة والشمال باتجاه معمد رفحة وتقول حماس إن موقفها جاء بعد أن قصف الجيش الإسرائيلي الجمعة سيارة إسعاف خارج مستشفى الشفاء في غزة وأدى إلى مقتل خمسة عشر شخصا وإصابة ستين